كيده سبحانه وتعالى بمن يستحق ذلك وهذا الكيد والمكر والاستهزاء والسخرية هذا كله من الله تبارك وتعالى لمن يستحق ذلك وإن الكيد ابتداء لا يجوز إنسان لا يكيد ابتداء وإذاك يلام الإنسان إذا كان يكيد بالناس أو يسخر منهم أو يستهزئ بهم وإذاك الله تبارك قال ويل لكل همزة لمزة طيب فالسخرية من الناس والاستهزاء بهم والكيد والمكر والخديعة كل هذه الأشياء محررة لا تجوز لكن إذا كان ردا أكيد بمن يكيد أمكر بمن يمكر أخادع من يخدع أسخر بمن يسخر أستهزئ بمن يستهزئ هذه لا تعيبك لا تعيبك إنه مستحق لهذا الأمر وإذلك نوح صلى الله عليه وسلم كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه ماذا قال؟ قال إن تسخروا منا فإن نسخر منكم كما تسخروا ليس عيبا في نوح صلى الله عليه وسلم لأنهم الذين بدأوا بالسخرية فجاء الرد من نوح صلى الله عليه وسلم وكذا قال الله تبارك والتبارك وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم لأنهم بدأوا بهذا هم بدأوا بالاستهزئ قال الله يستهزئ قال ويمكرون ويمكر الله والله خير المكو ويكيدون كيدا وأكيدوا كيدا يخادعون الله وهو خادعهم إذن إذا كان ردا فإنه لا بأس بها أن ينسب إلى الله أو ينسب لك بشكل عام الرد لا بأسه لكن الابتداء هو المدموم ودائما هم الذين يبتدئون بهذا وإذا قال الله تبارك عنها قال إنهم كافرون في الأصل وإنهم معتدون وإنهم معترضون على أمر الله قال أملي لهم حتى يزيدوا في الغي والضلال والكفر ثم قال إن كيدي متين لأني سأأخذهم بعد ذلك لأنهم مستحقون أن هذا من الكيد من الله بهم لأنهم هم الذين بدأوا بالكفر والعناد والصد والند عن دين الله تبارك وتعالى إن كيدي متين أي قوي صلب شديد إن كيدي متين